السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السكري اليوم صار موضع اشكر لي معنى السكري معظم الناس بعد الاربعين معرضين للاصابة بداء السكري هل تعلم يا اخي الفاضل بان جل الاترياء وجل المسؤولين يعانون من سكري هناك دراسة اقيمة على موظفي وزارة الداخلية القوت قريب ما يزيدها خمسين في المئة من رجال السلطة من قادة وبشوات وخلفان وعمال صاحب الجلالة وبولات مصابين بداء السكري والسبب يكون دائما هو الضغط في العمل وقلت اوقات الراحة وعدم الرياضة وعدم شرب الماء وغيرها ولكن ذكرت السي محمد واحد السبب مهم للسكري وهو ان المرض دلك التعصب اللي يتعصب كثير هو معرض للاصابة بداء السكري الوصايا كيعرفوها الجميع الكل يعلم ما هي الحمية المتبعة المعروفة هي الرياضة على الاقل المشي لمدة اربعين الى ستين دقيقة في اليوم شرب كمية هائلة من الماء تجنب الحلويات وغيرها الامور اللي تأدي الى بعض الفواكه اللي هي مهيجة للسكريات كل هذا معروف لكن اللي يغفر علي الكثير من الناس وهو انه ما يسمى بالمغال الرفع المغال ديالك انك ما تتعصبش غادي يقول لك قائل شكول لي ما يتعصبش والحياة ما فيها غير العصب من اللي كان في قف الصباح الباكر وحنا في سراع وجرع لي ينجرع ليك وكتسمع الاخبار المقلقة والمشاكل ديال الزوجة والمشاكل ديال الاولاد المشاكل ديالوسائل النقل المشاكل داخل العمل غالاء المعيشة كل شي يبكي الفلاح يقول لك العلف تزاد الامطار ما كنينش كل واحد مخلوع هذا الاستخاس هذا الضغط رهولك يأدي السكري إذا قدرنا نتحكم فيه وما نتخلقش روخه يوقع لك موقع السكار ركي كي يستقر في مقره ما أحسن علاج سمعت عنه وهو مجرب لأمراض السكري وغير من الأمراض هي الإنسان ما يتعصبش وما يتقلقش غادي يقول لك قائل وش كول يقدر احنا ربغينا ما نتعصبش ولكن ماشي بأيدينا قل لي جواب بسيط جدا يا أخي الفاضل لا تعظم الدنيا في قلبك لا تعظمها ما تتشقم كبيرة لكي خلنت قلق بزافه والحرص نحرص على الدنيا نحرص على الربح ونخاف من الخسارة نحرص على النجاح ونخاف من الخسارة والفشل نحرص على أن نكون كده وكده لا ما تخافش خلي على الله خليها على الله ومشيه هوي الله وسترى عجائب قدرة الله ما تعظمهاش السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أنا غير هاد الأيام ما نسمعه عن فيوريس كورونا ما بقاش الخطر والفيوريس الخطر هو الشائعات والخطر وهو كلام الناس وهولهم وتهويلهم احتوالله اللي فيه الرعب داخل الرعب ما نخاف من واله آخر ما هي موت الموت ربي عز وجل اتكلم عليها وقال لنا لا فإن الموت اللي تفرون منه فإنه ملاقيكم كانوا شي صحابا خيف من طاعون وخيف من الفقر وخيف من كده وهربانين قال لي ما تخاف ما تهرب فإنه تهرب إليك القادر تبلك توفى في زمن معين في مكان معين لا داعي للهرب فإن الموت اللي تفرون منه فإنه ملاقيكم انتهربا منه من الجه هو لا يتلقى لك من الجه فلا داعيا لكي نخاف ولا لكي نقلق أخليها على الله واثق بأن السكر يستقر في المعدة المطلوب والطرسيوم احتى الضغط دي الدم يستقر والحياة كلها تبدو سهلة وميسرة ومباركة وحلوة الحياة حلوة هكذا قال النبي الكريم إن الحياة حلوة خضرة خضرة جميلة لكن قد تسوء في أنظار بعض الناس ببعض الأسباب المعينة أخي السي محمد حنا ربي عز وجل رغم كل شيء ماذا قالنا في كتاب العزيز قال لنا قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم الدعاء الدعاء نقدر ندر أخطاء وندر دنوب وتجاوزات أي نعم ونستحق عليها العقوبة ونستحق عليه البلاء الشديد ولكن الله تعالى من رحمة الوسعة سن قانون إلهي قال لنا قل ما يعبأ بكم ربي ما يعبأكم قيمة يقدر ربي فيه صيحة واحدة ياخدكم لكن قال لنا لو لا دعاؤكم نكتر من الدعاء ومن خافوش سمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي البعض يقول لك غادي يلغيه صلاة الجمعة لماذا؟ لأن بعض المسؤولين قالوا أمام خطر مرض كورونا سوف نلغي التدهورات الرياضية ونلغي التدهورات الفنية كي تجمعوا الناس بالألاف ومخلطين في النفس ديالهم وعارفين بأن هذا المرض ينتقل عبر الجو وعبر التنفس وعبر سهل جدا ينتقل إلى جاره حتى يقولوا خاص يكون بينكم اللي غا تكلم معاه ميترو وثمانين سنتيم يعني تقريبا جوجة المتر بينكم اللي غا تكلم معاه في التدهورات الفنية والرياضية من نسم زاحمين إلا قدر لك إصابة واحدة غا تعادي الآخرين وسمعنا اللي منهم من قال هل سوف تلغى صلاة الجمعة بعض دول عربية صارعت وقتلهم تلغى صلاة الجمعة علش الناس اكتضاد غا يدخلوا للجامعة يقدر واحد فيهم يكون مصاب ويقدر يأدي الآخرين إلى عطس فقالوا ممكن أن نلغي أي تجمع أي تجمع ممكن أن نلغيه إلا بيوت الله هي الوحيدة العقلاء هم يفهمون حقيقة الدين وحقيقة ما يقع ممكن أن ألغي تدهورات الرياضية ألغي التدهورات الفنية ألغي الجلوس على المقاهي ألغي حتى الجلسة البرلمانية والحكومية ممكن ألغيها لكن شيء واحد لا ينبغي أن ألغيه وهو الصلاة في المساجد بالعكس هذه فرصتنا أن الخلق يفرون إلى الله يذهبون إلى المساجد في الصلاوات الخمس ومع الفجر وخصوصا يوم الجمعة ويكتضون ويبكون على الله تعالى فيرفع الله العدب يرفعه الله تعالى نعرف بأن ربيع عز وجل هذا كله غير اختبار اختبار ولإعادة البرمجة ولإعادة الدين من جديد ولتصميم نظام عالمي جديد هذا الشرك يوقع غير يوقع بأن هناك نظام عالمي جديد بمقاس إلهي مش بمقاس دول العظمى الدول الإمبريالية أو الدول لعند ترسانة عسكرية أو عند تنين اقتصادي لا غير يكون برمجة إلهية ربانية فما يقع كله في خير حتى لو كان في بعض المضرات لكن في خير لأنكم لو اطلعتم على الغيب لعلمتم أن ما فعل ربكم إلا خيرا يوقع يوقع حاجة وحدك نوصب يا نفسي وأحباب الكرام كلهم وهي الاكثار من الدعاء الدعاء مخ العبادة وهو الحبل المودود بين الخلق والخالق عز وجل وأحب ما يحبه الله تعالى من عباده الدعاء فنسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع أخونا سيد محمد من جمعة حيم الله يشافك خويا الله يمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية وأسأل الله أن يشافي زوجتك وأن يزوقها السكينة ويجمع بينك وبينها أنت مخاجر ومغادر العائلة وقد قلب لقمة العيش أسأل الله أن يغنيك من فضله ويغنيك من جوده حتى تعود إلى مسقط رأسك مع العائلة أو تجمعه معك نفضل البيضاء فأخونا السيم محمد من جمعة سحيم واحد اللي هو فلاح في البادية خل البادية وجل المدينة والسبب هو شح السماء قلت تساقطات الفلاح الصغار بدك يبكيوا العلف كان 15 درهم رهولة 33 درهم المهرجان دي الفلاح اللي كيتنظم كل سنة ما غيتنظمش وحد المجموعة دي الأمور صعبة عند الفلاحين والأمطار قليلة ماذا عسنا أن نفعل نطلب مصدوق النقد الدولي نطلب من منظمة الصحة العالمية ره كلهم كيبكيوا أو كلهم كيش كيب ما بقي أحد يستحق أن نطلبه سوى الخالق عز وجل وحده لا شريك له لكي يحقق فينا عقد التوحيد فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم اللهم أغيتنا اللهم أغيتنا وأمطر علينا أمطر الخير وشافنا وعافنا وارزقنا رزقا حلالا طيبة اللهم يا رب اغفر لنا وتب علينا واسترنا وكلنا وليا ونصرا قولوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طيب كريم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك مولاي آمين يا ربي يا ربي أغفر بك تدعى معايا أطيب كريم لأنني مرأي عندي سكرية تنعاني منها ليلة هي لله كثير وكتنتبعك وتتبعك لما دام عندي أنا دابة مهاجر خدام دار بدا وشكنا عندي في جماعة حين وكتنتبعك هي مريدة وبقت تدعى وتدعى وتدعى وتتشافات وبقت أنا بغيتك تدعى معايا يا ربي يا أخويا يا ربي أغفر ما تنعسش تدير دعاء وتنبقى نقول يا ربي آمين يا ربي آمين يا رحمن يا رحيم اللهم تحمي الله يا عيانا أفيد كريم لا إله سيدي محمد السكر عندك شحل تقريبا يوصل ماشي خطر هذه الحمد لا ممكن ليلة هيل الله الله يشافيك مولي الله يشافيك ليلة هيل الله الله يشافيه يا عافي سدي محمد شكرا لك مولي شكرا لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلوبنا مع أخينا محمد سدي محمد يقول لك الوقاية خير من العلاج وما يسمى بالطب الوقائي أو الطب الاستباقي الخطر إذا كان قادم فلابد للإنسان بما أعطاه الله من عقل وما أعطاه من قوة إرادة وعازمة يستبق الأحداث ويوقي نفسه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله